السلام عليكم طفل في السادسة عشر من عمره كان في طريقه لامتحانات شهادة الثانوية في مدينة تعز في يوليو الفين وسبعة عشر اختطفه الحوثيون من الطريق وأخفوه في سجن مدينة الصالح لمدة خمسة أشهر قبل أن يعرف أهله بمكانه ظل في السجن ثلاث سنوات ومنذ يوم احتجازه إلى أن أفرج عنه في صفقة تبادل أسرى في شهر ديسمبر من العام الماضي الفين وتسعة عشر لم يسمح له بالاتصال بأسرته سوى أربع مرات وحين سمحوا لوالدته بزيارته بعد اتفاق ستوك هولم قطعت سبع ساعة من السفر لكنهم أعادوها بدموعها من على أسوار المدينة التي حولها الحوثيون إلى معتقل رهيب عزة الجهلاني حكى لنا جانبا من معاناته في سجن مدينة الصالح نتابعها في هذا الفيلم ومن ثم نعود نتابعها في هذا الفيلم ومن ثم نتابعها في سجن مدينة الصالح يقول لينا ساكن عندها الشيخ حمود ساكن بتاعز مسجل بالبيض يختبر تنومين يقول لك الشباب تعز هم من اللي يخضو الحرب هم هم من الصغار السنة خمسة شهور مادروسه ما عارفوش فينا يعني بعضما الناس خرجتنا في واحد له ثلاث سنين وثلاثة شهور اتصل الآن رفع بوتبادل وخرقوا له رقام من تلبونه قد عزوا عليه وقد نسموا يعني قد عزوا عليه النومية واحد من حق المخاء، من دولة المخاء فيه ناس يقرسوا من سنة ونوز ما يتصلوش يحرم على الانتصال من عشر رقام ما يرضيش يخرق له ما التلبون حقه الرقام أعتقل مو كيض يعني يضغطوا علينا نسلم أنفسنا والأول والد يروح من الخارج وسلم نفسه مطلوب عندهم ما أعرف ليش بس يعني هم سياستهم كده رغم أنه مش مشارك وعلا إنهم قماعة دينية والقماعة الدينية يعني كل نفسه ما كسبت رهينة وما قاتلهم شو لا له داخل يعني طالب عمره ست عشر سنة قاصر حتى حين ما يقبلوش القصر يعني ما مستحيل إنه واحد قاصر يقاتل مع الشرية ولا معه التحقيق حوالي قلس ثلاثة شهر والتحقيق يعني متواصل معي وشتوهونا أخبار وشي يعترفي حاجات مهليش ولا شيء ولاش أخوتاك ولاش أبوك كده التحقيق والتعذيب وقلعك أخر الليل الحيان ساعة ثنتين ساعة ثلاثة وعين من المغربة مستمر من طول الصباح بتحقيق وكهرباء وبغنفسي وبعدي حتى تمارين يعني تسوي تمارين يغلقك واقف على الريق وبالله مركز على رأسك للأرض وعليك تكلمته إذا قد ضبح منه قام ضربك وليه كهرباء فيه يرباء طوائر بالريق والباقي يجعوا بقسمك والله يشل يدك لفوق القدار يكهرباء والله محاكموا محاكموا كفاحة الشغاب والعصاء يخبطك يطلع عاك ويدش ديشاك بماء وطراحك من الريح من البرد وضعه لأخر الليل فهو عقوبة وإنه ضغطات متر في متر فقل ليس ايام من اللي قلسوا خمس ايام من اللي قلسوا اسبوع من اللي قلسوا ثلاث ايام بالأكل عقوبة يشو يعترف وإنه يقابلو ناس يعني شي ضلم الناس عشان يقبلوا بهم اسرع بس خططفوا على اشتهمات إخوانو عمامو وابو مناصرين للشرعية والرئيس حاولوا اضغطو علينا يعني اخفووا فترة طويلة يعني ما عرفنا لا يعني ما حاولوا خلال فترة كاملة هذه اتصلة ربع مرات أو خمس مرات أخوتي قالوا مع المقامة وابي معهم مع مشاكل مع المؤتمرين ليش خرق مع الثورة ليش منضم للثورة وكان مؤتمرين قالوا وتعدوا له ويشتموا حتى ومشتموا ليش أبوكم وأيدكم وما شتيكم مروح بكم ليش أيدكم كذا ليش اتصلوا للاتصال بعد خمسة شهور وخمسة أيام وفاني اتصال بعد عشرة شهور يعني اتصل يقول لي أنت محرم عن الاتصال لماذا لماذا لم يقبت له كل شيء بالتحقيقة يشتي ناس يشتي أثبت يشتي تكلم على ناس وانهم كذا كذا ما علي ناس من أهل لاحظ يسألنا على أهلين ليش أذا ومع المقامة ايش يرتباط مع المقامة تقول له مش مع المقامة يقول له ضروري يكون مع المقامة اللي ما تدلوش على مذاقو يعاقبك بيتتصال يحرم عليك الرسائل يحرم عليك التصالات يحرم عليك حتى قنب أصحابك يدخلك سجن فلادي بضغاطة ما عرفنش شنو خالص اللي بعد ما اتصل بفترة أول ما اتصل هو اللي يكلم احنا انه مختطف هناك يعني اضاعك اضاعها اتصل البلاد وصل قالوا ما وصلش وان راح ندور حاولنا نبحث عن ناس يعني هناك في الحوبان ساكنين يدورو له وضاع حادث حصل شي ما فيه من استشفيات والأقسام ما فيش حاجة حتى فيه ناس راحوا يسألوا على البالصالح ما قالوا له هذا الاسم شو موجود عندنا 16 سنة عاد فيه صغر واحد فخر المحنود اسمه من 14 سنة بلأيضهم معه اخو شهيد بس لا يمسوا شهيد بتاعز لنش اخوك معهم ويعني معك وساطة وانهم شو الدبادة لك اسير قالوا الان محبوس اخسي يوم بعد شهر ما موسيقنا يعني يطوارب العمارة العمارة كلها بضرب ما في الشقاء مضرباش الناس كلهم تفتيش على انه فيه اقلام على قلم داخل الشقاء حصلوا فتش العمارة وضرب ونقول له ممنوع الاقلام ممنوع الساعة ساعة ممنوع ترفع صوتك داخل الشقاء ممنوع حتى المسابح كانوا صلوح مسابح باكياس او طافوا على الشقاء شلوهين جمعة ممنوع المسابح هذه البداية بداية الاسم يهدي داك باعمل لك با سوي لك با با الناس يشهدوا عليك يسدقناك انفرادي يحرم عليك الاكل يحرم عليك الاكل يقلب عليك المسداس يربطك كلبي شاكل وربط على عيونك يقيل لك قبل الصبوح يمرناك يدجي شاكل يزحفك داخل العمارة يقيمك منهم مش لحالك يقيم الشقاء كامل يسكب لهم وزحبهم وحين يحرم الشقاء كامل من الاكل يصابوا وقبل الصبح والغدا والعشاء اليوم الثاني وقبل الصبح يقبلهم خرقوا اذن من اصحابنا خرقوهم كانوا يقولوا يعترف حكومي عليك اعدام انت راسات انت رصدت القيش للقناة الشعبية خرقوا فروش له بطاني ما حكوم عليك اعدام يرمون قنبر اسحقه يطلعوا يمول السقف طلعوا فوق البلوك شوانا شدهوا خلاص حكم عليك اعدام يعني في بعوام الناس يخرجوا وقاموا قرحين في فعلا واحد خرق قبل ما نخرج التبادل ثلاثة أيام قد هو مقنون اتصلوا هلقوا يقولوا ويناس دخل السقف في كثير فشل كلوي ورم سرطاني في معاهم يعني يخرجوهم بعد فترة يكون قاوم اي ايسين منهم ما عايش عايش في ناس خرقوا ماتهم خرقتوا نظر حقي تعبا يعني من الظلم حق اللي كان فيه شقس معدن كانت قزاءات ما فيش ضوء داخلي ما فيش شام يعني كل شي داخلي بهذلة والمال مالح شربوا إحنا مالح يعني نصصيق نقول أكثر من النصصيق نقول لهم يعانوا من حصوات حق الكلة يعني حيان يقطعوا علينا الماء من ثلاث أيام من أسبوع المال حالي يعني يشرب مالح من حق الحمام يعني انتوا ضيبوا يعني الغرفة كانت ثلاثة في ربع يعني لسباية ثلاثة عشر ثلاثة عشر نفر ننزل لحد عشر نفر والشوقات يقول مني غرفتين ومطبخ وصالة واحد ثلاثين سباو عشرين أنا أهددونا في كرسي كرسي حق كهرباء كانوا يدوخ على طول اللي يسوي بعدين قووا مراهن كده فتشوا الشقة وربطوا إحنا دخلوا إحنا سبع الحمام بعدين على واحد يكلبشموا يطلعوا مطالع عشان له أنشي كهربوا مو يهددوا مو هذا بس ما سويش مكهربشنا كربوا إحنا المرة الأولى وما ساقين يعانوا اللي مراض اللي يقرح بالفشل كلوي اللي يخرج عماء اللي يخرج في بو ورام سرطاني الآن يناشدوا بالفيسبوك على مراد الوافن خارق في بو ورام سرطاني بالريئتين خارقوا اثنين من السن في بو ورام سرطاني واحد توفى واحد عادوا موجود وفي اثنين ورام سرطاني واحد من حق القبيطة واحد من حق قبال حبشين وتقريبا حوالي ربعة فشل كلوي واحد في بو خارق سول بالريئتين أتوفي عمال أسبوع أتوفي لأنهم تمرض بداية المرض ما يسعذوا موكش لما الحالة تسوي يعني ما يأذن منك ونتاعدك الشعيش خارقوا موك في واحد تقريبا يقوله من حق البرح من كثرة تعذيب يسمعوا اسمين يسمعوه وضقتوه ووصي حقوه يبصروا ونزلوا بطانيا يعلم الله ينزلوا وانتهين الكهرباء وتعذيب علاغ واللي يمرضوا ويضراب مرضوا من أسبوع واللي يقنان في واحد قد هو مهسر وفي اثنين يستخدموا داخل السجن كانوا مهدي نفسي تعالقوا وعلى حسابها لهم لو مريض تقول لأشي تقلس لك فترة ويقول لك اتصال يدي لها هلاك يدولك علاك ما يعدي لك شهته علاك كان عددهم مئة نفر كان اللي خرقوا والان كان باقي مئة وستين خرق من ضمنهم التبادل كانوا باقي حوالي مئة وثلاثين نفر أمم المتحدة والمنظمات يسروا يحلل المساقين يمكنوا من المنظمات التي تدي الأكل نموذ قعدة للسجن نراشد المنظمات المجتمع المدني اللي قادرة لتضغط على الحوثيين كالأمم المتحدة وغيره بالإفرق على الناس اللي ما لهمش داخل طبعا الأسراء اللي خرقوا وضعهم كلهم اللي بتبادل بهم القشرة الوطنية ما فيش واحد ما فيش قندي واحد أسر بقبها ولا هم قنود أصلا هم مواطنين اختطفوهم بالحوبان وغيره منها تقصد طريق المليشيات يعني الأكل قليل كل شي بهذا لا بهذا لا هناك ناس معوّرين إعاقة قد تكون أبدية يعني حتى خلال في الدماغ من كثر الضرب على الرأس وقبوا خلال في الدماغ كنا نتصل قلونا طلبوا سيارة متى بدينا زيارات ببداية اتفاق مفهوة في السويد بدؤوا عشان أن الناس قد هم بيخرقوا بيحسنوا المعاملة عملوا فترة بداية لما ألتغل أربع نيوم غالوا مدة أربع نيوم وزادوا خمسة أيام اتصلنا طلبنا زيارة عملوا الباب رقعوا الأمي وكرهي من البوابة ليش أنتم اتصلتوا طيبة سمحتوا لو اتصلوا في لقناة لأنه لقناة من الأمم المتحدة ولقناة من ندري من إيش حلال المنظمات يسمحوا بزيارة للأسرق يقول لك لا الأسير هذا ممنوع رغم أنه لو أسر حرب أو أسر حاجة الطافل رايح يختبر سبع ساعات قطعهم وكانوا مسافرين يعني كان يش يكونوا أول لقاء وآخر لقاء داخل السنك يعني إلى الآن وخركتهم ورغمنا وخركتهم وقالهم مسافرين ونحمد الله على كل حال قصص مؤلمة وانتهاكات تفوق الوصف ارتكبها الحوثيون في مدينة الصالح التي كان الحصول على شقة سكنية فيها حلما لآلاف الشباب فحولها الحوثيون إلى كابوس يؤرق حياة آلاف المعتقلين وأسرهم مشاهدين الكرام للحنيث عن تفاصيل سجن الصالح الصديف المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات مرحبا بكم معنا سيد توفيق أهلا أهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة بلقس نعم تابعنا قبل قليل قصة الشاب عزة الجهلاني الذي سجن في السجن الصالح حكى لنا جانبا من المعاناة في هذا السجن أيضا هناك معلومات وصلتنا بأنكم في منظمة سام على وشك إصدار تقرير حقوقي عن هذا المعتقل نود أن نسألك عن ملاحظاتك عن هذا السجن في حقيقة الأمر السجن الصالح في محافظة تعز هو أثناء إعداد التقرير وما سمعنا وما لاحظنا من يدور داخل هذا السجن تستطيع أن تسميه أو تشبهي بأحد السجون الكبرى إما السجن تدمر في سوريا والذي صدرت فيه رواية القوقع الشهيرة أو أشبه ما يقوم بسجن الباستيل الشهير الذي ارتبط بالثورة الفرنسية في ذلك الوقت السجن يكترز سادية مفقعة ومفرطة داخل هذا السجن من قبل ميليشيات جماعة الحوثي هناك تعذيب يفوق الوصف في هذا السجن وهناك نزع للأظافر وهناك معتقلين ماتوا بعد ما خرقوا من هذا السجن ومذكورين في تقريرنا من ضمنهم أحد المهمشين هناك التعذيب بواسطة المقانين الرمي بالمعتقلين في غرف تحتوي على مجموعة من المقانين يظلون يصيحون وينزعون افتياب ويتغوطون وفي غرف مظلمة داخل هذا السجن وسائل التعذيب بالصعق الكهربائي داخل هذا السجن يعني تستطيع نحت لأجزاء الإنسان لدرجة أن أحد المعتقلين يعطينا الصورة لأصبعي الأصبع اليمنى أقل من الأصبع اليسرى بسبب أن داخل السجن كانوا يعملون على نحت أصابعه كل يوم كوسيلة من وسائل التعذيب هناك الإيهام بمعنى يأخذون المعتقلين إلى الطرق الرئيسية ثم يوهموهم بأنهم سيرمونهم من داخل الأطقام العسكرية أو يضعونهم على القدران على الأرض ويقومون بإسماعهم صوت السلاح استعدادا لقتلهم طبعا أنا لا أستطيع أن أجمل لكن هناك أيضا غرف غرف الضغاطة غرف العذاب بالماء البارد بالصعق الكهربائي يعني ربما الصحفي الركن الذي خرج من هذا المعتقل وتوفى بعده بأيام نموذك خرج هيكل عظمي اليوم خرج مجموعة من المعتقلين من محافظة تعز في صفقة تبادل الأسرة الأخيرة لدرجة أن هؤلاء المعتقلين عندما قلس معهم باحثي منظمة سام لم يستطيعوا أن يقبلوا قصصهم البعض بكى في نص هذه القصة والبعض بكى في بدايتها والبعض بكى في نهايته والبعض اعتذر أن يستكمل القصة أحدهم يقول عندما يذكر معتقل الصالح أصاب بالرعب يقول ربما إذا أصبت بفقدان الذاكرة يمكن أن أنسى كل شيء لكن لا يمكن أن أنسى معتقل الصالح أحد المعتقلين لخص معاناة سيقن الصالح بعبارة ذكرناها في التقرير يقول لهذا السيقن من دخل بعقله يقن ومن دخل مقنون يعاد إليه عقله من شدة التعديد سيقن يفوق الخيال سيكشف التقرير قصص مفقعة وفضيعة عما يدور داخل سيقن معتقل الصالح نحن حاولنا أن نغير الاسم لحيث لا نربطه لكن أصبح هذا الاسم قز من الذاكرة التاريخية وقز من حق الناس أن يرتبط ليحفظوا ما دار الأهم داخل هذا المعتقل نعم سيد توفيق هل لديكم إحصائية عن من سجن داخل هذا السجن؟ كم عدد المسجونين هناك؟ هي لا توجد إحصائية دقيقة لأن هذا السجن أولاً ليس سجناً قانونياً هو أشبه ما يكون بسجن سري أو سجن غير قانوني يخضع لجماعة الحوثي يمنع فيه الزيارات للمنظمات الحقوقية والقانونية والدولية ولذلك نحن لدينا نستطيع أن نقدر ما يوجد داخل هذا السجن بحسب وصف المعتقلين هناك ما يقارب من 500 أو أكثر من 500 بذلك السجن كما سيأتي في وصفة تقرير في تقرير المنظمة ينقسم إلى أربع أو خمس أقسام سجن ما يسمى بالدواعش الجنات المشايخ إلى السجن الأمن القومي السجن الأمن السياسي بمعنى هناك خمسة إلى ستة أقسام داخل هذا السجن في كل قسم مجموعة من المعتقلين على الأقل من مئة إلى أكثر وبالتالي هذا المعتقل إلى حد الآن لا يوجد إحصائية دقيقة لكن الإحصائية لا نستطيع أن نؤكده أن هناك أكثر من 500 معتقل داخل معتقل الصالح سيء الصد بالتالي كيف يمكن للضحايا ومن خرج من هذا السجن توثيق معاناته ومحاسبة المتسبب بها نحن اليوم سنعمل كخطوة أولى الخطوة الأولى هو أن نكشف هذا السجن أن نبين للعالم ماذا يدور داخل هذا السجن أن نقول للعالم أن هناك جهنم جديد موضوع خارج مدينة تعز اسمه سجن الصالح نحن في هذا التقرير حرصنا على أن نوثق تستطيع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية بداءا من أبو علي الحاكم إلى عبد الجندي إلى غير ذلك الذين كانوا مسؤولين عن محافظة تعز بصورة أو بأخرى خلال فترة الاعتقال بحيث نبني مساءلة جنائية وقانونية صحيحة اليوم الضحايا تعاونوا معنا بصورة كبيرة وبالتالي هذا التقرير الذي سيصدر ملي حقيقة بالمعلومات ملي يعني كاشف تماما لما يدور داخل هذا المعتقل هذه البداية البداية الأولى أن كل العالم انظروا ماذا يدور هنا ثم ستبدأ المرحلة الثانية مرحلة الضغط مطالبة المجتمع الدولي بزيارة هذا السيجن ربط اللقانة التحقيق الدولية بالمعتقلين السابقين ليتتضمنها تقارير دولية كبيرة من تقرير لقنة الخبراء إلى غير ذلك المسائلة الجنائية لن تسقط بالتقادم إذا كانت جماعة الحوثي اليوم مسيطرة على الأرض وبعيدة عن المسائلات الزمن سيتغير وحقوق الضحايا لن تسقط والقرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم وسيحاسبون اليوم أو غدا في اليمن أو خارج اليمن لكن البداية الخطوة الأولى هو أن نكشف هذا السقن على حقيقته وما يدور فيه إذا باعتقادك هذا التقرير سوف يثير الرأي العام وبالتالي يحرك المنظمات الأممية بالضغط على الميليشيا للإفصاح عن ما يحتوي هذا السجن بالفعل هذا ما نؤمله نحن الآن نعمل بجد بجانب التقرير أن يكون هذا التقرير تقريرا مكتوبا إضافة إلى مجموعة من الفيديوهات أو الفلاشات القصيرة سيترقم باللغة الإنجليزية إضافة إلى فيديوهات باللغة الإنجليزية سنحاول مستقبلا أن نأخذ قصص هذا السجن ونقعل كل قصة في فيديو باللغة العربية واللغة الإنجليزية بحسب إمكانية المنظمة ونحن نتمنى أن يكون هناك تفاعل عريض من قبل وسائل الإعلام من قبل الميديا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي لأنها بالنهاية هي التي تحمل هذه المعاناة وتنقلها إلى العالم خاصة المواقع التي تكتب باللغة الإنجليزية وتنقل ما يحدث داخل اليمن لدينا تواصل مع بعض النشطاء مع بعض المنظمات مع فرقة تحقيق هذا الأمر سيصل إلى هذا الأمر ونحن نتمنى أن تظل قضية سجن الصالح قضية حية دائمة ومستمرة وسنظل نحركها بصورة أو بأخرى بحيث تبقى حية أمام هذا العالم كما فعلنا في قضايا السجون السرية في جنوب اليمن التي كانت تحت سيطرة دولة الإمارات بدأنا بتقرير معين ثم أصبحت قضية رأي عام دولية أنتهت إلى الإفراق عن كثير من هؤلاء المعتقلين وكشف هذه السجون وإن كان ما زال هناك معتقلين حتى اليوم لم يفرق عنهم لكن تحلحلت هذه القضية بصورة كبيرة جدا بعد إصدار التقارير عن السجون في جنوب اليمن نعم سيد توفيق هناك نصوص قانونية تحمي المواطنين من السجن التعصفي والاعتقال والإخفاء لماذا برأيك لا تفلح هذه القوانين في إنقاذ هؤلاء الضحايا؟ لا نحن يجب أن نقول أن أولا في ضرف حرب استثنائية والأطراف اليوم لا تحترم القانون الدولي ولا القانون المحلي اليوم للأسف الشديد الجماعات التي نتعامل معها في الشمال أو بالجنوب أغلبها ميليشيات للأسف الشديد حتى الأطراف اليوم الذين يديرون المشهد لدى الحكومة الشرعية هم قليلية الخبرة أو أيضا غير مكترثين بالقانون الدولي بمعنى الصح وبالتالي هناك صعوبة اليوم أنت أمام جماعة أتت من الشمال أشبه تمارس سلوك العصابة لم تدخل إلى المدارس لم تتلقى أي تدريب قانوني أو تدريب سياسي هذه الجماعات ترى أن القتل واستخدام القوة والسلاح إلى غير ذلك هي الوسيلة الأهم والأقوى لإخضاع الخصومة بالتالي نحن اليوم أمام أزمة حقيقية لأننا لا توجد اليوم كيانات قانونية يمكن أن نتعامل معها نحن أمام ميليشيات في الشمال أمام ميليشيات في الجنوب أمام ميليشيات في الغرب وأمام حكومة أيضا فاقدة لقدرتها على إدارة المشهد بحرفية عالية حتى في مأرب هناك الكثير من الاعتقالات وإن كانت بنسبة أقل هناك الكثير من الاعتقالات والممارسات الغير قانونية حتى التي تطالت الصحفيين للأسف الشديد وبالتالي نحن في اليمن أمام مشهد معقد جدا لا يمكن أن نتحدث عن نصوص قانون ديوالي لا يمكن أن نتحدث عن التزام بالقانون نحن اليوم أمام كفاح حقيقي لاستعادة الدولة بالدرجة الأساسية لأن الدولة هي الضامنة الأساسية لحقوق الناس في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو في الغرب أو في كل المناطق الجمهورية اليمنية سيد توفيق تحدثت عن أولى الخطوات لتوثيق هذه الانتهاكات وبالتالي معاقبة الجناء هي التوثيق كما ذكرت في تقريرك بالتالي ما هي الأليات التي تتبع هذا التقرير والتوثيق طبعا إذا كان التوثيق وهو الخطوة الأولى هناك مجموعة من الإجراءات بعد ذلك من ضمن هذه الإجراءات هو أن يصل التقرير إلى لجان التحقيق الأممية هذه اللجان خاصة لجنة فريق الخبراء التي مدد لها في السنة الأخيرة بشأن اليمن هذه اللجنة مهمة لأنها تعتبر اليوم أعلى لجنة أو تستطيع أن تقول هي أداة أعلى مؤسسة لمراقبة حقوق الإنسان المفوضية ومجلس حقوق الإنسان هذا التقرير أو هذه اللجنة بلا شك لديها قوائم سوداء كل عام تقوم بتحديثها بمرتكبي حقوق أو قرائم حقوق الإنسان في اليمن سيصل إلى هذا التقرير ستتصل بالضحايا ستسمع من الأطراف ستسمع أيضا المنتهكين إلى غير ذلك الخطوة الثانية تقديم شكاوى بالتعذيب من قبل الذين سيكونوا في التقرير إلى المقررين الخواص في الأمم المتحدة لكي يطلعوا على هذه القضايا تأتي هناك بعد ذلك تأتي مرحلة التقاضي هذه مرحلة ثانية وقد تكون أكثر تعقيدا للظروف السياسية أو إمكانات فنية معينة إلى غير ذلك لكن ستأتي سواء اليوم أو غدا إلى غير ذلك لكن هذه الخطوات ستمشي في هذا الاتجاه ستتحول هذه القضايا إلى قضايا دولية أو تتضمنها التقارير الأممية في المرحلة المقبلة نعم رسالة أخيرة تود توجيهها سيد توفيق سواء للمعتقلين داخل هذا السجن لأهاليهم للمنظمات لإثارة موضوع هذا السجن أيضا للجهات المعنية والرسمية داخل الدولة الرسالة الأولى للمعتقلين الذين تم الإفراق عنهم هؤلاء يجب أن لا يسكتوا يجب أن يخرجوا إلى العنن أن يتواصلوا مع المنظمات مع وسائل الإعلام يجب أن يشرحوا بالتفصيل الممل ماذا يدور داخل هذا السجن اليوم أصبحوا بعد أن كانوا معتقلين أتحولوا إلى مناضلين إلى حقوقيين أستطيع أن نقول عليهم واقب كبير وهو أن يكشفوا ما دار داخل هذا السجن الأمر الثاني الرسالة الثانية هي للمنظمات الأممية والحقوقية الدولية هذه المنظمات يجب أن تضغط باتجاه زيارة سجن الصالح على الطلاع على ما داخل هذا السجن الإلتقاء بالضحايا يجب أن تصدر التقارير الإدانات التواصل مع المنظمات الأممية إلى غير ذلك الرسالة الثالثة هي للمبعوث الأممي جريفيت عليه مسؤولية تحريك ملف المعتقلين ملف الأسرة اليوم هذا الملف المتعثر منذ يناير عام 2019 إلى حد اليوم اليوم هناك معتقلون يعانون من التعذيب بصورة مذهلة لدرجة أن أحد المعتقلين الذين لم يخرجوا من سجن الصالح يقول لأحد الضحايا إذا لم تستطع الحكومة الشرعية الإفراق عنها في أي صفقة تبادل الأسرة فليقصفوا هذا السجن والنموت نحن لا نستطيع أن نتحمل الكثير من العذاب النقطة الثالثة يجب على الحكومة الشرعية أن تجعل معتقل سجن الصالح أولوية أولوية سياسية وحقوقية وإنسانية في المحافل الدولية في المفاوضات على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي شكرا جزيلا لك سيد توفيق ونكتفي بهذا القدر المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام كنت معي من مدينة فيينا شكرا جزيلا لك مشاهدنا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بالقيس على اليوتيوب الشاب عزة الجهلاني تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة